شهر الله المحرم فضله وفضل صيام عاشراء إن من حكمة الله تعالى في خلقه أن فضل الأزمان والشهور بعضها على بعض قال تعالى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ومن حكمته تعالى أن اختص بعضها بمزيد حرمة وعناية فجعل بعضها أشد حرمة من غيره فمن ذلك الأشهر الحرم فقد حذر الله عباده وجعل تعظيم شعائره تعالى من تقوى القلوب فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما جعل تعظيم حرمات الله خيرا للعباد عند ربهم كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن الأشهر الحرم شهر الله المحرم فهو شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه ومن الأعمال في شهر الله المحرم الإكثار من صيام التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا صحيح مسلم ومن الأعمال أيضا في شهر الله المحرم صيام يوم عاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشراء وهذا الشعر وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاري ومن فضل صيام عاشراء أن صيامه يكفر سنة كاملة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشراء فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب فضله على الأيام فعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن يوم عاشراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان أنه اقتداء بنبي الله وكلمه موسى عليه السلام وشكر لنعمة الله بإنجائه المؤمنين وإهلاك الكافرين فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشراء قال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بسيامه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون فيه صبيانهم وإن من توفيق الله للعبد أن ييسر للهداية وتسهل عليه طاعة الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوهُ فمن النجاة الاستمساك بكتابه سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نغتنم هذه المواسم والنفحات من الرحيم الرحمن جل جلاله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا ترجمة نانسي قنقر